موسيقى مساء الخير سواء تحدثنا عن السخيرات أو تحدثنا عن مؤتمر باريس أو مساعي المبعوث الدولي إلى ليبيا هناك تسوية معطلة في هذا البلد الليبيون يحاولون أن يعرفوا سر هذه التسوية هناك من يعتبر أن سر هذه التسوية وتعطيلها يتعلق بمواقف الخارج باريس لندن وروما وواشنطن وأطراف أخرى هناك من يتحدث عن صراع ما بين تيار سياسي في ليبيا وتيار آخر أو صراع بين تيار إقليمي في المنطقة وتيار آخر نحاول هذه المسألة أن نفهم من يعطل هذه التسوية معنا دكتور صالح إبراهيم وهو عميد جامعة ترابوس الليبية سابقا دكتور عبدالعزيز غنية وإعلامي وأكاديمي ليبيا سينضم إلينا أيضا أستاذ محمود المسراطي وبكاتق الصحفي ليبي سينضم إلينا من تونس والأستاذ عبدالحفيز غوقة والنائب السابق لرئيس المجلس الانتقالي الليبي سيكون معنا من القاهرة ليبيا من يعطل التسوية بعد الفاصل دكتور صالح إبراهيم أهلا وسهلا بك طبعا لا أعرف إذا كان لديك سر الكبير حول من يعطل هذه التسوية في ليبيا أولا هل هناك تسوية جدية في ليبيا هل هناك إرادة داخلية ليبيا بأنه لا يمكن الحسم العسكري هناك من يتحدث عن الحسم العسكري حاليا في ليبيا وهل هناك إرادة دولية ذاهبة بهذا الاتجاه أنا أعتقد أن المشكلة الليبية طبعا مركبة أول شيء أن القوة السياسية الآن تدير الصراع في ليبيا تتجاهل ما يسمى بالقوة الثالثة في ليبيا وهي قوة القبائل الليبية والقبائل الليبية يحكمها كود اجتماعي أكثر من إطار سياسي للأسف الشديد وهي قوة ثالثة نعم كأنك تقول هي غير موجودة بهذه التقسيمات السياسية هي موجودة على أرض الواقع وتشكل أغلبية لكنها ملغات من اتفاق الصخيرات حتى الآن إلى مؤتمر باريس هذه القوة إذا لم تكن حاضرة سيفشل أي حل سياسي لليبيا النقطة الثانية أن الليبيين يعني هما ما زالوا مجتمع اجتماعي أكثر من مجتمع سياسي بدليل أن كل الأحزاب التي تشكت بعد 2011 كلها أختفت ليس لها وجود بمجملها بها فيها التحالف الوطني أصبح في الخارج يعني هاجر اللي كان يشكل أغلبية باستثناء الأخوان المسلمين الذين هما دراع لتنظيم دولي مش تنظيم وطني في ليبيا ولهذا أنا أعتقد بأن أول شيء غياب القوة الثالثة رقم اثنين أن القوة التي تشرف عن الحل السياسي الإقليمية والدولية والقوة السياسية المحلية لا تفهم القود الاجتماعي للمجتمع الليبي والمجتمع الليبي لم يرقى إلى مستوى المجتمع السياسي مثل الدول الغربية رقم ثلاثة طبعا فيه أسباب تاريخية أن ليبيا هشة يعني تأسيس الدولة فيها كان تأسيس هش من 1951 والأسف الشديد زاد فاقم هذا الوضع ظهور النفط اللي أجل المسألة يعني النفط عمق العقلية الريعية في المجتمع الليبي والنفط هو الذي أسس الدولة وليست الدولة سخرت النفط مثل كندا مثل بريطانيا يعني بناء الدولة كان غلط بني على خطأ وتفاقمت هذه الأخطاء حتى وصلت الكارثة في 2011 ولهذا أنا أعتقد بأن الآن يعني ليس هناك إمكانية ليكون في عقد اجتماعي في ليبيا بين الحكام المحكمين وتكون فيه انتخابات لأن النفط حول ليبيا إلى أن يحكمها عقد تجاري بين الشركات الغربية النفطية وبين حكام ليبيا وليس عقد بين حكام ليبيا وبين الشعب الليبي وهي طبعا هذا تحليل ممكن مش محلة في هذا البرنامج لأنه تحليل أكاديمي عميق يعني بوقت كبير لكن لكن لافت جدا أنا أول مرة أسمع لكني أعتقد أن الصراع في ليبيا من بداية الستينات حتى الآن هو صراع النفط وليس الصراع على إدارة الدولة طيب دكتور عبد العزيز في هذا الشأن أيضا تحدث دكتور صالح عن موضوع كود للقبائل إلى آخره لكن وكأنه أيضا يعني يلقي باللائم على هذا المجتمع الدولي الذي لا يفهم طبيعة المجتمع الليبي علما أن هذا المجتمع الدولي يفهم أن هناك مؤسسات تم تشكيله بعد 2011 يعني في برلمانات في حكومات بغض النظر عن من هو معترف به ومن هو معترف وغير معترف به وتتعامل مع هذه المؤسسات هل إلى هذه الدرجة يجب على العالم أن يفهب تفصيلات العقد الاجتماعي الليبي حتى يكون بإمكانه أن يقدم حالا لهذا البلد أشكرك دكتور محمد على هذه الاستضافة وكذلك أشكر ضيفك الكرام أضيف لي ما أذكره الدكتور صالح أن المجتمع الدولي ليست وكالة خيرية ولا يسلم الديمقراطية ولا يسلم الحرية في أظرف جاهزة إنما تحتاج إلى عمل عمل شاق ودؤوب من كل النخب الليبي تدخله في 2011 كان تدخل مصلحي صرف لم تستطيع هذه النخب التي وقفت وراء المجتمع الدولي في الكارثة التي حدثت في ليبيا في 2011 أن تستوعب أن الصراع صراع على النفط بدليل التصريح الأخير الذي صدر من اللجنة الربعية قبل الأمس تحدثت الولايات المتحدة فرنسا بريد نعم نعم نتكلم على الدول النافدة في مجلس الأمن وهي هذه الدول الأربعة هذه الدول أصدرت بيان تستنكر في سيطرة الجيش الليبي على خليج السرط والمؤسسات النفطية في خليج السرط في نفس الوقت لم يصدر منها أي بيان حيال تهجير قرية بالكامل قرية تورا فقط لنوضح للمشاهد هم لا يستنكرون هذه المسألة هم يستنكرون نقل إنتاج ريعل النفط نحو المؤسسة الليبية غير خاضعة لطرابلس وبالتالي هم يريدون طبعا أنا استغربت أن هذه أموال الشعب الليبي والآخرة وبالتالي هذه الدول تدافع عن أموال الشعب الليبي وجد نظرك في هذا الشيء هي طبعا هي مكنت حتى حكومة الوفاق ما تسمى بحكومة الوفاق الناتجة عن اتفاق الصخيرات الذي لم يحضره كل الليبيين هذه الحكومة لم تحضب تزكية من البرلمان حتى وتم تمكينها وتم الاعتراف بها الدوليين ولكن الشعب الليبي لا يعترف بها وفشلت في كل أشياءها الخاصة للمواطنين فشلت في تسليم الخدمات الأساسية فشلت حتى في إدارة الصراع حتى في محاولة جمع الليبيين القوة الدولية تتجاهل بشكل متعمد لماذا برأيك؟ لماذا يتجاهلون ما يحدث في الشرع؟ طبعا هو يأتي في إطار كلام أعمق وهو كلام الفوضى الخلاق التي تحدثت عنها كوندريزا رئيس في يوم الأيام أن تظل ليبيا محكومة بالفوضى محكومة بأشخاص لا يمكن أن ينتموا بشكل وطني صرف للبلد يستطيعوا أن يعززوا الأمن والاستقرار في البلد هناك لعبة دولية أكبر هناك صراع قديم جديد على ليبيا لا تنسوا أن ليبيا كان عليها صراع من فرنسا ومن إيطاليا ومن بريطانيا عندما ساعدت أمريكا دول حلفاء في الحرب العالمية الثانية وعطيت لها امتياز أعطتها بريطانيا امتياز في قاعدة ويلس في الغرب الليبي في طرابلس قليلا بعد تلك الفترة اكتشف النفط ومن تم قيام تورة التسع وستين وطرد الجميع من ليبيا وتوحيد ليبيا طبعا هذه قصة تاريخية اليوم تعود هذه الأطراف من جديد إلى نفس دوائر الصراع وربما تسعى حتى إلى تقسيم ليبيا وبالتالي تجد هذه الأطراف الدولية إيطاليا تتعامل مع مجموعات وفرنسا تتعاون مع مجموعات ليس خافيا على أحد هذا الصراع ما بين هذه الدول الثلاث من يديره تديره الولايات المتحدة الملكية دكتور صالح بهذا الاتجاه وهي ناحية مهمة حتى المشاهد يستطيع أن يفهم أكثر عندما تلتق الأطراف في باريس ومؤتمر دولي ودول ورأساء وشخصيات وممثلين ويقال أن هذا يمثل رغبة دولية فرنسا لا تعمل على حسابها أيضا هناك مجموعة وشركاء لفرنسا بعد ذلك نكتشف أن الأمور غير محسومة وأن هذا البيان الرواعي يعبر عن وجهة نظر دولية قد لا تأتي باتجاه الرياح التي تهب في الشرق بقيادة اللواء حفتر هو طبعا للأسف أن الدول العربية دائما دول العالم الثالث بشكلها دائما لما تكون في أي انتخابات أو في زعامة أوروبية تكون بارزة المجتمع الدولي لا بد أن تقوم بحرب أو بعمل سياسي خصنا يعني دائما من حرب العراق إلى غازو ليبيا فأني أعتقد بأن الرئيس الفرنسي يلعب دور دولي رقم واحد ورقم اثنين هناك صراعة حقيقة أوروبي أوروبي على ليبيا صراع اقتصادي وصراع جوغرافي وجوستراتيجي في موضوع الهجر غير الشرعية وفي موضوع اللفط والغاز الآن الصراع عليه أشد يعني كيف الجدران يكون عنده أكثر من 300 عربة مسلحة ينطلق من غرب ليبيا حتى يصل إلى الموانئة النفطية في شرق ليبيا ولم يتم إقافها ولم يتم قصفها قالوا انطلق من بن وليد حسب الإداعات التي تقول فيها وقبلها بسبوع كان فيه واحد ينتمي إلى تنظيم داعش في بن وليد قصفة طائرة أمريكية في مزرعة والله في وادي جنوب بن وليد إذن الموضوع أن يعني أحدثتك تلمح أن هذه الحركة كان فيه رعاية غربي لها طبعا كان فيه تجاهل على الأقل كان فيه تجاهل لمنحها كان فيه رضاعة لا مانع كان فيه دعم منها بالعكس فيه هناك أقوال أن فيه دعم مباشر من بعض الدول الغربية ليبيا الأسف الشديد أصبحت في إطار صراع أقليمي ودولي وصراع أوروبي يعني الآن الفرنسيس أعتقد تحركهم ودعمهم للجيش الليبي والمنطقة الشرقية ليس كله حرص على ليبيا ولكن جزء كبير منه هو أريد أن أفهم أكثر منك هذا المنطق الذي تلمح أن تحرك اللواء حفتر هو بعدم مانع غربي ومع ذلك يخرج هذا البيان الدولي الذي يحذر اللواء حفتر منه لأن القوة الكبرى والأعضاء الدائمين في فرس الأمن نفسهم مقسمين على ليبيا يعني ولهذا السبب تلقى مرات فيهم يعني مواقف متناقضة أحيانا يجاملوا فرنسا ويسمحوا للجيش الليبي أنه يحرر الهلال النفطي وفي نفس الوقت يعملوا إدانة أو استنكار لتحويل النفط إلى المنطقة الشرقية أنا طبعا أعتقد بأن من الناحية الاستراتيجية ومن ناحية المصلحة الوطنية النفط لابد أن يكون تحت سيطرة الجيش ضروري يكون تحت سيطرة القوات المسلح لأن الخطورة تجاهل أو دعم الجذران حتى يحتل الموادئ النفطية والهلال النفطي كان المقصود منه هو إخراج الجيش وإخراج الجذران بقرار دولي ثم تشكيل قوة من ناحية الشكلية تابعة لحكومة الوفاق لكن من ناحية الفعلية ستكون تابعة للغرب يعني هناك أطماع وطموحات غربية واضحة للسيطرة على النفط الليبي وعلى الغاز الليبي هذا ما في ذلك شك وأن ليبيا لا تعني شيء إلا النفط والغاز والهجر الغير الشرعي والأرهاب ليس هناك يعني لا يهمهم الغرب والمجتمع الدولي بشكل عام لا يهم ليبيا فيها ديمقراطية ولا فيها دكتورية ولا فيها صراع داخلية ولا فيها حرب أهلية هو الموضوع النفط ولهذا السبب أن يعتقد بأن الحل الحقيقي هو أن الليبيين ينتبهوا إلى هذه المؤامرة ويرجعوا إلى بعضهم ويعملوا وفاق داخلي ويقطعوا الطريق حتى على الأم المتحدة أن تكون طرف في حل النفط سنحاول أن نفهم أكثر أيضا لاحقا إذا كان الليبيين قادرين على إيجاد هذه التسويس سأتوجه إلى تونس مع الأستاذ محمود المصراتي وهو الكاتب والصحفي الليبي يريد منك تقييم أستاذ محمود تقييمك لتطورات الميدانية الأخيرة في درنة وفي موانئ النفط وما علاقة ذلك بما قد يحدث من تطور سياسي في ليبيا ما يحدث في درنة هو تحرير مدينة كانت ترزح تحت نير الإرهاب لأكثر من سبع سنوات وما يحدث في الحقول النفطية أو الموانئ النفطية هو أن القوات المسلحة رأت بأن حجم الفساد والعبت بالمال العام وبعوائد النفط الموجود في العاصمة المركزية ترابلس قد فاق الحدود بل بالعكس الجيش اكتشف أن الميليشيات التي هاجمت الموانئ تم تسليحها عن طريق ويقرأ بعض الجهات داخل المجلس الرئاسي ومن داخل الحكومة الوفاق كان مدعو وزير الدفاع المدعو البرغتي وآخرون يعني الدعم يأتي من خلال موارد النفط وبالتالي هذا القرار كان سديد جدا وكان صائب وهناك دعم شعبي له أعتقد حتى في المنطقة الغربية بشكل كبير مسارة التبعات أنا أعتقد أنه سيتم استخدام ملف الموانئ النفطية كورقة رابحة من خلال أو في خلال أي تسوى سياسية مقبلة في هذا الشأن أستاذ محمود ما هي المشاريع السياسية التي تنفس حاليا للتسوية في ليبيا أي أجندات تتقاتل في هذا البلد ليس هناك مشاريع سياسية بالمعنى الحقيقي في ليبيا غياب تكتلات سياسية وغياب أحزاب سياسية فاعلة على الأرض وغياب أيضا كائنات سياسية فاعلة على الأرض في ليبيا هذا يجعل من المشهد فارغ جدا ولكن نعتقد أنه للمؤسسة العسكرية لها ترعب دور سياسي الآن وسياسي مهم وبالتالي ليس هناك أطراف أخرى غير المؤسسة العسكري حتى ما يعرف المجلس الوطني أو المجلس الرئاسي أسف أو الحكومة الوفاق أعتقد الغرب أصبح على قناعة تامة بأن هذه حكومة فاشلة وأن المجلس الياسي غير مجلي أطلاقا في تسوية الأزمة ولم يخلق حالة الوفاق المطلوبة منها من خلال اتفاق الصخيرات ابقى معنا دكتور محمود دكتور عبد العزيز في هذا الشأن طبعا هناك آراء ليس فقط في ليبيا في أكثر من بلد مما كان هناك هذه البراكين التي انفجرت التي تقول علينا العودة إلى العسكر علينا العودة إلى استبداد الحنون إلى آخره بمعنى فنتوقف عن هذا التفتت الحصص هل هذا الخيار يتقدم أيضا في ليبيا ما في ذلك شيء طبعا الشعوب تحتاج إلى الأمن والاستقرار أولا لتستطيع أن تفكر في باقي المجالات معروف أن بعد فترة الاستعمار في فترة القرن العشرين نشأت في كثير من الدول جيوش وطنية حافظت على الاستقرار على سبيل المثال تتكلم على الباكستان والهند هناك فشل سياسي هناك صراع سياسي ما بين الأحزاب المختلفة ولكن هناك قوة أسكرية جيش يحافظ على البلد يحافظ على مصارح الاستراتيجية ويحافظ حتى على مخزونة من الأستحوليس محل الفوضى الانتشار وتظل هذا الأمر هذا الأمر عندما تحاول أن تطبقه على المنطق العربية بالكامل والليبيا أيضا كنموذج تم استهداف الجيش لكي لا تقوم لديك قاعدة أساسية يستطيع أن تلتقي حولها كل الأطراف السياسية وبالتالي البلد تعم في فوضى اليوم مطالبة الشعب الليبي أو مطالبة الدول العربية إلى وجود قاعدة أساسية وهي القوات المسلحة في أي بلد لحماية البلد والندع الخلافات السياسية في مطبخة سياسية ولا تضر المواطن اليوم كل هذه الفوضى التي حادث في ليبيا لها علاقة مباشرة بحياة المواطن اليومية البلد ستة مليون يعني تتكلم على ليبيا ستة مليون ستة مليون لو وقفوا طوابير على الحدود لن يستطيعوا حمايتها لأن البلد شاسع مترامل الأخراف ولديه توراق ولهذا يحتاج إلى قوة أمليا في القسم الثاني أن نفهم أكثر سينضم إلينا طبعا في القسم الثاني الأستاذ عبد الحفيز غوقا وذكر بأنه النائب السائب لرئيس المجلس الانتقالي الليبي لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد ليبيا من يعطل التسوية موضوع هذا المساء أتوجه مباشرة إلى القاهرة مع الأستاذ عبد العزيز غوقا أستاذ عبد العزيز طبعا سؤالي الأول حول صراع الشرعيات نتحدث اليوم عن بن غازي عن ترابلوس عن المؤسسة الجيش عن المؤسسة السياسية عن حكومة معترف فيها عن برلمان إلى آخره ما تعليقك أو ما تقييمك لهذا الصراع الموجود بين الشرعيات في ليبيا أعتقد أن مسألة الشرعيات شوف أخي كريم في ليبيا الآن نشهد فشل إذا سلمنا بأن معنى الدولة الفاشلة هي ليست الدولة التي تشهد الصراع المسلح وتشهد الفوضى لا حتى الدولة التي تعجز عن القيام بمسؤوليتها بكفاءة أو لا تكون لديها كفاءة في إدارة مؤسساتها وتحمل مسؤوليتها أعتقد تصنف كدولة فاشلة هذا الأمر ينطبق في ليبيا ليبيا توجد فيها مؤسسات مثل مؤسسة الرئاسة ولكنها مؤسسة للأسف شديد لا تقوم بأعباها ولا تتحمل مسؤوليتها وهي تحظى بدعم دولي كبير وبقرارات دولية تدعم وجودها ولكنها لا تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها وعبها خصوصا في العاصمة تربط في ظل هذه الفوضى التي يعلمها الجميع أيضا لدينا شرعية مجلس النواب كآخر جسم منتقب في ليبيا نعم انتهت صلاحيته منذ أمد ولا يجوز أن يمدد لنفسه إلا باستفتاء شعبي ولا يوجد استفتاء شعبي أعطاها الحق في التمديد ولكنه كأمر وقع موجود وهو عاجز عن القيام بأي مسؤوليات وعاجز حتى على محاسبة الحكومة المؤقتة التي قام بتشكيلها لماذا؟ لأنه أصاب الانقسام جزء موجود في الشرق وجزء آخر في الغرب ولا يوجد ما يجمع هذا البرلمان لا توجد الحقيقة في ليبيا الشرعية التي تسند على أساس دستوري سليم حتى الآن الحل الذي ارتضاهه المجتمع الدولي هو الاتفاق السياسي وهذا الاتفاق السياسي تضمن من المواد ما أحاله إلى مجرد حبر على ورق فيما يتعلق بعدم الاتفاق على المؤسسات الرئيسية في الدولة هو في مقدمتها المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية كان هناك خلاف كبير وهذا الخلاف لم يتم التوصيل إلى أي صيغة لحله ولا أي اتفاق لتعديل بنود الاتفاق السياسي لحل هذا الخلاف وظل الخلاف قائم ومستفحل حتى الآن لماذا؟ لأنه الآن أنا في وجهة نظري النموذج الذي يقدم للدولة هو ما يوجد في شرق البلاد في ممثل في المؤسسة العسكرية التي تشكلت وتكونت وحاربت إرهاب ونجحت في كثير من الاستحقاقات وفي مقدمتها حرب على الإرهاب وبسط قدر كبير من الأمن والاستقرار في شرق البلاد بحيث لم يعد هناك إلا معقل أخير لهذه الجماعات في مدينة درنة في الشرق الليبي وبالتالي تكون كل الشرق الليبي قد تحرر من هذه الجماعات استطاع هذه المؤسسة أن تنجح في تحرير الموانئ النفطية وفي استرداد الكثير من مؤسسات الدولة ومعسكرات الدولة إلى السلطة هذه المؤسسة وهذا يطرح نموذج في ظل وجود برلمان يفترض أن يكون هو الذي يقوم بتشكيل الحكومة وبمراقبة أداء الحكومة وبحل الإشكالية ولكنه نظرا للانقسام هو يعاني ما يعانيه وبالتالي فشل في الكثير من تحليلك وكأنك لنمح إلى أن التسوية السياسية صعبة وأن الكلام عاد اليوم إلى كلام السلاح تحدث عن تحرير الشرق إلى آخره هل حضرتك ما زالت تؤمن بأنه هناك إمكانية لتسوية سياسية لحل سياسي؟ نعم للأسف الشديد نحن ليس لدينا خيار آخر يعني يظل الاتفاق السياسي الذي تم في الصخيرات في العام 2015 هو المرجعية التي باتت تحكم الأطراف الموجودة الآن في المشهد السياسي مثل مجلس الدولة مثل المجلس الرئاسي الذي يحظى بدعم من الشرعية الدولية وبقرارات صادرة عن مجلس الأمن هذه هي المؤسسات التي انبطقت عن الاتفاق السياسي بما في ذلك السلطات المتخبة كمجلس النواب والذي امتدت ولايته على أساس من هذا الاتفاق السياسي لا يوجد للأسف شديد أي مبادرة أو مشروع وطني للحل خلاف هذا المشروع الذي تم برعاية الأمم المتحدة أنا أعتقد أن المبادرات والمشاريع الدولية هي أصبحت أداء لإدامة الفوضى وعدم الحل في ليبيا الأسف شديد وهنا يعني مطالب النخب الليبية المختلفة والحزاب السياسية بمختلف توجهاتها أن تنصهر في بوثقة واحدة وتجعل من خلافاتها تنصهر في هذه البوثقة لتوجد مشروع وطني لإمكانية الحل الذي تتخبط البلاد في أزامات منذ العام 2014 تبقى معنا أستاذ عبد الحفيظ سنعود إليك وقال أنه وكأنكم المتفقين على هذه المسألة دكتور صالح مع دكتور عبد الحفيظ أستاذ عبد الحفيظ هو موضوع العودة إلى الداخل الليبي لإيجاد التسوية لكن يعني العودة إلى المدينة الفاضلة هل ليبيا تتمتع بهذه الميزات وإلا كان الليبيين حلوا أموره طبعا هو آخر كلمة قالها سيد حفيظا أن ليبيا تعيش في حالة فوضى من 2014 لأسف هي تعيش في حالة فوضى من 2011 من تدخل القوة الغربية والقوة الأقليمية في ليبيا عندي قناعة شخصية طبعا ومن خلال حتى باحثت أجريتها في الدكتوراه على النفط أن الاقتصاديات وحادية المورد لابد أن يكون لها حكم مركزي ليس هناك إمكانية للدول التي تعتمد اقتصادها على النفط مثل ليبيا ربما دول الخليج أن تحكم بطريقة توافقية وديمقراطية مركزي يعني بأي مانا حكم استبدادي حكم غير ديمقراطي حكم خير منتخب بأي مانا كيف ما تفسرها ففسرها لكن يعني لابد أن يحيض لابد أن يكون فيه نظام حكم مركزي في البداية يحيض النفط من الاقتصاد مثل مصارف النرويج مثلا وتبنى الدولة على أساس العقد الاجتماعي وتمول الدولة بالضرائب من المواطنين وتوضع آلية لكيفية استخدام من دفع خارج إطار الميزانية بتاعة الدولة في مرحلة انتقالية عشان تبني مؤسسات الدولة بطريقة صحة وبعدها يمكن تقام ديمقراطية اللي نعرف نحن لكن أنا أعتقد أن حتى الآن في ليبيا مهما يتخبطوا ويديروا مئة اتفاق في الأخير بكل لابد من قوة آمرة تسيطر على البلد وتستخدم موارد النفط بشكل مركزي للبناء والعمار والأشياء هذه العقد الاجتماعي التي تتحدث عنه هو سهل الوصول إلى العقد الاجتماعي أم أن هناك قوة يجب أن تفرض هذا العقد الاجتماعي لابد في قوة آمرة قوة حاكمة تسيطر على البلد وتسيطر على موارد البلد ولكن لابد أن يعالج موضوع النفط لأن النفط للأسف الشديد في الدول التي لم تؤسس فيها الدولة قبل ظهورها تحول من نعمة إلى نقمة ولهذا السبب لا بد من سبب الفساد والرشاوي والاعتمادات الآن الوهمية التي في طرابلس وفي كل الدول النفطية سببها أن الاقتصاد ريعي وأن المواطنين لا يمول الحكومة ولهذا غير قدير لمحاسبته حتى الديمقراطية في الاقتصاديات الريعية النفطية ديمقراطية وهمية أكدوبة ليست حقية لماذا؟ لأن الحكومة هي التي تتفضل على المواطنين هي التي تبنيهم مساكن وتدرسهم وتعطيهم العلاج المواطنين يتسولوا من الحكومة وغير المشاركين بإنتاج السروي نعم يعني هدف بريطانيا لو المواطنين ما يعطوش الضرائب ينحل البرلمان تلقائيا وتتحول الملكة إلى حاكم لكن الآن لأن الشعب هو لي مول في الحكومة إذن الملكة لا تحكم في مجتمعات نحن حتى الحكام اللي هم غير ملوك هم في الحقيقة ملوك مطلقين في الدول هذه ولهذا الحل أنا اعتقد بأنه مهما تخبطنا مئة سنة أخرى سنتطر في الأخير إلى وجود قوة آمرة تسيطر على البلد تستغل المكانية البلد تعمل مرحلة انتقالية للتحول نحو الديمقراضية دكتور عبد العزيز في هذا الشأن أيضا هل حضرتك ما زلت تؤمن بإمكان الليبيين أن ينتجوا دينامية حل محلية علما أن من يشاهدنا حاليا يعتبر أنه نتكلم كلام نظري أن هذا الموضوع من 2011 حتى الآن لم يستطيعوا انتاج هذا الحل وهم كما بقية الدول العربية أو المواطنين العرب ينتظرون استيراد حل أو حرد يفردنا الخارج هل حضرتك ما زلت متفائل بإمكانية انتاج؟ نعم هناك تفائل كبير وهذا التفائل نابع من الواقع المواطنين كانوا في 2011 عندما تدخل حلف النيتو حدثت مجموعة من الاضطرابات في البلد وبسرعة البرق تم تحويل الملف في ليبيا إلى المجلس الأمن وتم تدخل قوات النيتو اليوم هذا التفائل الموجود على إطار المواطن الليبي اللي عايش في كل مدن ليبيا اليوم يلتقي هو المواطن الآخر الليبي يعيش حالة ويئام يوقف في طوابير المصارف السيولة وطوابير حاجاتهم الأساسية السواسية ويناقشون نقاش حرب من المسؤول عن الفوضى؟ هي الميليشيات وانتشار السلاح المجتمع الدولي لم يركز يركز على كل الميليشيات تابعة لطيارات سياسية تابعة لطيارات ليبي هذه الميليشيات المسلحة تم التغاضي عن جرائمها لم نرى من المجتمع الدولي حل حقيقي لليبيا ولكن إدارة لهذه الفوضى وليس حل الفوضى رأينا جرائم ضد الإنسانية في مدينة بنوليد في 2012 منطقة ورشفانة جرائم السبت الأسود في بغازي جرائم غرغور وما زالت هذه الجرائم مستمرة انتشرت فوضى أخرى في ليبيا وهي تجارة المهاجرين تجارة العبور من ليبيا نحو أوروبا انتشرت المخدرات الكثير من الأشياء التي تحت سمع وبصر المجتمع الدولي بعتتلوا أمم المتحدة بشكل خاص وهذه الميليشيات وهذه المجموعات المسلحة هي من تحكم الخناق حول المجلس الرئاسي بل وتمول من هذا المجلس الرئاسي ومثل ما ذكر أحد ضيوفك أن كل الأموال التي ذهبت للعصابات التي سببت كل هذه الجرائم هي ممولة من الدولة متخدة فرضت نفسها حقيقة على وزارات مفروض تكون للدولة غياب تام طبعا لكن ضمن هذا التوصيف وكأن ليبيا لا تستطيع إنتاج حل لا ليبيا تستطيع هناك مثل ما ذكر الدكتور في بداية حديثة لديك مكون مهم جدا جدا غاب عن المسرح وهو المكون الاجتماعي القبلي ولديك مكون سياسي آخر عليه لأنة العزل والمطاردة وهم أنصار النظام السابق وهم عدد لا بأس بهم ويمكن أن يكون جزء من الحل أساسي ليبيا إذا كان يريد الليبيين حل حقيقي بعيد عن الإرادة الدولية والفرض الدولي وهو ليس بالإمكان للأسف شديد الجميع ما زال نشبح الآن نستطيع أن نرى كثير من النخب اللي في المشهد الليبي تحاول الآن تحل المشكلة الليبية باستخدام المجتمع الدولي والمجتمع الدولي أو الدول المسببة للأزمة سواء كانت إيطاليا سواء كانت فرنسا سواء كانت بريطانيا سواء كانت الأمم المتحدة وبالتالي الليبيين قابقوا سيناء وأدنى من إنتاج حل ولكن ما زالوا يحتاج عمل أكتر سأنتقل أيضا إلى تونس مع الأستاذ محمود مصراتي السلاح ما زال هو خيار أطراف الصراع طبعا من يستطيع أن يحسم هل يمتلك أساسا الجيش الوطني بخيارة الوحفة الإمكانيات الحسم لا السلاح الآن السلاح القوي والسلاح الفعال هو لدى الجيش فقط مسألة المؤسسة العسكرية بقيادة المشير الخريفة حفتر تستطيع الحسم ولكن دعنا نتحدث بصراحة هناك دول غربية لقفت ومنعت تقدم الجيش باتجاه تراملس وهذه الدول الغربية على رأس بريطانيا وبدعم تركيا والقطريين والأعضاء السابقين في الإدارة الأمريكية أتباع هيلاري وأتباع باراك أوباما هؤلاء منع حفتر صراحة وتم توجيه تهديد بأن لا يتجاه تراملس ولكن مسألة أنه قادر على الحسم بالفعل المؤسسة العسكرية التي يقودها الرجل قادر على الحسم ولا يوجد سلاح ربما يكون متكافأ أمامها سوى بعض السلاح التي تملكها الميليشيات في بعض المدن وبعض المناطق طبعا إلى الموضوع الخارجي أيضا أريد أن أعرف الأجندات الخارجية وأريد أن أسألك أستاذ محمود حول مؤتمر باريس هل هو احتفالي شكلي فقط للظهور أمام الكاميرا أم أنه بالأمكان التعويل عليه على أقل رسم خارط الطريق نحو الحل أعتقد أن الاجتماع الفرنسي كان تمهيد لخطوات ربما ستكون قوية على الأرض أعتقد أن هناك تجاوب أو هناك شبهة ثفاق تام بين الأمريكان والفرنسيس على أنها الأزمة النبية بين الرؤية الفرنسية وأعتقد حتى الحديث الآن عن تعديل اتفاق الصخيرات أسبح من الماضي غسان سلاما الآن لم يعد يتحدث أطلاقا عن تعديل اتفاق لم يعد فقدت حتى الصيغة الدولية والخطابات الدولية فقدت بأن الصخيرات هو الإطار الوحيد لحل الأزمة في ليبيا أعتقد أنه مشروع بريز سيتطور وسينتج ربما تسفية سياسية مهمة جدا بين الأطراف بالمقابل أستاذ محمود دعني أسألك كان سؤال أخي قبل أن تغادرنا بسؤال بسيط من يعطل برأيك الحل في ليبيا حاليا؟ دول بعينها أطراف بعينها أطراف إقليمية متورطة في ليبيا هناك أطراف على نسم الإنجليز الإنجليز لا يريدون لليبيا لاستقرار أطلاقا الإيطاليين الآن يعمتون في منفل العاصمة طرابلس ويريدون التوصل إلى ملفات النفط المهمة لعم الفرنزيس للدور المهم في ليبيا كان رد على صفاقة الإنجليز وحماقة الإيطاليين في الملف الليبي يعني الآن العاصمة طرابلس تسيطر عليها الميليشيات هي بدعم إيطالي وبحماية الإيطاليين والمخابرة الإيطالية أعتقد أن السبب أنه كل هذه الأطراف الدولية ضيف على ذلك الدول التي دعمت لإخوان المسلمين قاطر والتركيا ومن يسمح في فركهما أعتقد هؤلاء جميعا بسؤولين عن محاولة في ليبيا شكرا أستاذ محمود المسرطي كنت معنا من تونس دكتور صالح طبعا أستاذ محمود حاد في تسمية الأشياء لا أعرف إذا كنت موافقة على هذه التوصيفات والاتهامات لبعض العواصم إلى هذه الدرجة يعني كل تصنيف حتى يعني تصنيف سياسي الذي ينحاز للجيش والبرلمان سيدتها مطراف معينة والذي ينحاز إلى حكومة الوفاق سيدتها مطراف أخرى لكن البيانة الرباعي اللي صدر يعني واضح أنه منحاز يعني هو ينحاز إلى حكومة الترابس حكومة الوفاق الوطنين وأساسة النفط في ترابس وبالتالي هذا موقف دولي طبعا لأنه فيه طبعا الخطورة أنه أن هناك دعوات قوية في المنطقة الشرقية للانفصال الفيدرالية وهذا طبعا مؤشرة خطيرة بالنسبة يعني ربما ليبيا تنقسم إلى دول ليبيا يجب أن تكون فيها إدارة لمركزية وتكون مواردها موزعة على مركزية تكون فيها تنمية مركزية صح هذا وترواتها موزعة على مواطنهم كلهم حتى على المدن وليس حتى على القليم لكن في نفس الوقت يجب أن تنقسم ليبيا إلى أكثر من دولة هذا خطير جدا الموضوع هذا فأنا أعتقد أنه يعني أطراف الأجنبية تتدخل عندما تجد فراغ عندما تجد ضعف في الجانب الليبي يعني هذا يعكس ضعف الليبيين سواء في الغرب والله في الشرق عشان تتدخل أطراف خارجية يعني لا أعتقد أنه هناك فرق بين إيطاليا وبريطانيا وفرنسا يعني فرنسا هي التي قادت العدوان في 2011 لا أستطيع أن أقول أن لا اليوم فرنسا تب ليبيا موحدة وتب ليبيا مستقرة وتب ليبيا دول يعني لا تتصدق على الآخرين عندها مصالح يعني فرنسا عندها مصالح وتتصالح هي إيطالية على شركة إينا وشركة توتال يعني موضوع واضح وعالغاز وعالجنة غير الشرعية يعني حتى الإيطاليين يتهموا الفرنسيس هم الذين يرعوا في موجات الهجر الغير الشرعية لليبيا حتى تأتي إلى إيطاليا إذن الصراع هو صراع دول في أوروبا لمصالحها الليبيين هم ضحايا وهم ساحة المعركة في القسم الأخير سأحاول أن أفهم أيضا إذا كان هناك موقف عربي على الأقل موقف دول الجوار من هذه المسألة نتوقف مع فاصل نعود بعد قليل أهلا بكم من جديد وريد أن نتوجه إلى القاهرة أستاذ عبد الحفيز غوق حضرتك موجود في القاهرة أريد أن أفهم أكثر ما الذي تمثل ليبيا لمصر ولأمن الاستراتيجي لمصر وكيف تقيم حضرتك موقف القاهرة كما مواقف دول الجوار الإقليمية الموقف القاهرة يعني معروف القاهرة أكثر أو مصر الشقيقة هي أكثر الدول طبيعة الحال حرصا على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا لأن ذلك يعود عليها إيجابيا لأن استمرار الأضطرابات والفوضى والحرب والصراع في ليبيا هو ينعكس على الشقيقة مصر التي أيضا هي تعاني ما تعانيه من مشاكل في مواجهة تنظيمات إرهابية ومشاكل اقتصادية لا تخفى على أحد إذن ومصر يعني انتبهت للدور الأهم وهو دور المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا وبالتالي عملت في أهم مصارات وهو مصار توحيد المؤسسة العسكرية الذي انطلقت مفاوضاته في القاهرة منذ ما يزيد عن العام وتواصلت بشكل جيد ولكن للأسف لم يكن هناك اهتمام بالقدر نفسه من بعثة الأمم المتحدة على هذا المصار الذي احتضنته القاهرة وأعتقد أن المصار العسكري توحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية في ليبيا هو الذي من شأنه أن يخلق الاستقرار وأن يخلق التعافي في باقي مؤسسات الدولة وتوحيد مؤسسات الدولة هذا هو المصار الصحيح الذي نرهن عليه والذين تمنى أن تواصل الشقيقة مصر ودول جوار ليبيا تحديدا تونس والجزائر سعيها من أجل تحقيقي واستكمالي وهو توحيد المؤسسات الأمنية العسكرية والتي ينطب بها وحدها دون غيرها استعمال العنف واستعاب كل المسلحين من عملية إعادة الدمج إلى التأهيل إلى التسريح التي نصت عليها الاتفاقية الموقعة بين الأطراف منذ العالم بقعب العزيز في هذا الشأن شكرا دكتور عبد الحفيس سنعود إليك في هذا الشأن أيضا كنت نتحدث عن دول كبرى لكن أيضا دول الجوار لا تعتبر دول صغرى دول إقليمية أساسية إلى هذه الدرجة ما زالت هي أيضا تنظر إلى عواصم الدول الغربية خصوصا باريس برلين واشنطن ولندن لا تستطيع هذه الدول ورغم الأزمة الليبية طبعا عندما تشتعل النار في بيت جارك بالتأكيد النار ستشكل خطر حقيقي على بيتك مصر تعتبر ليبيا وجود حتى بعض الخلايا من التنظيمات المتطرفة فيها أو تجد مكان للتدريب وقربها من الحدود خطر استراتيجي بينما تونس تنظر إلى الأزمة الليبية في ليبيا إن هي عاصمة بديلة لطرابلس وجود السفارات وجود الاجتماعات يعني تعتبر حتى البديل لطرابلس وبالتالي عوضت الكسادة الاقتصادية اللي كان يأتي من السياح بتدفق الليبيين على تونس الجزائر متخوفة جدا لها ظروفها الخاصة وبالتالي اختارت أن تغلق الحدود الجنوب الليبي تتكلم على ما فيش حدود مباشرة مع مالي لكن لدينا علاقة بالقبال التي تسكن شمال المالي من الطوارق وغيرها الذي لها امتداد في ليبيا لديك النيجر لديك تشاد لديك السودان أصبحت مجموعاتهم الحقيقة والتحالفاتهم القبلية أصبحوا للأسف الشديد بعض من أبنائهم مرتزق الليمنية في أكثر ليبيا هو هم فرنسي هو هم إيطالي هو هم أمريكي على الأقل البياني الذي صدر لا نشعر أنها هم فعلا جزائري أو مصري أساسي يعني هم يعقدون مؤتمرات أو رديهم بعض المواقف لكن لا يشعروننا أنهم يعتبرون الأمر الليبي خطر فعلا على الأمر استراتيجي نذهب بالتحليلات حتى من بداية الأزمة الليبية أنه كان الهدف يسقاط ليبيا وبالتالي يتبع يسقاط تونس ويتم يسقاط مصر في 2011 أو 2010 كل هذه التحليلات تذهب إلى هذا الحد مصر حزمت أمرها والآن تدعم الشرق الليبي القوات المسلحة والقوات الأمنية في الشرق الليبي الآن وباتجاه التقدم إلى الغرب التونس لديها مشاكلها السياسية وبالتالي تتعامل مع ليبيا على استحياء وليست قوية بما فيه الكفاية ما زالت تعاني طرابات سياسية داخلية الجزائر طبعا لها ظروفة مثل ما قلت لك لكن كل هذه دول الثلاث لا تستطيع أن تتعامل مع المنف الليبي بدون النظر إلى ما تمليه هذه العواصم تتكلم على الجزائر والتونس لا تستطيع أن تشتغل بعيدا عن فرنسا تتكلم على مصر لا تستطيع أيضا حتى هي تشتغل عن دول فرنسية نستطيع أن نقول أن مصر انضمت إلى التحالف دول ناطقة باللغة الفرنسية منذ سنوات ليست بعيدة اليوم الجميع ينظر أن ليبيا ما زالت الدولة الوحيدة التي لا تتبع هذا التكتل وبالتالي تسعى فرنسا إلى أن تضم ليبيا إلى هذا التكتل الإنجليز لا يسمح بذلك سأعيد النقاش إلى الموضوع الداخلي طبعا المؤتمر الأخير أستاذ عبد الحفيز غوقة المؤتمر في باريس يستحدث عن انتخابات أولا هل رأيك هذا الخيار وهو متفق عليه هل يمكن تحقيق ذلك على الأقل مرحليا الجميع دعا إلى الانتخابات ولكن للأسف في وجهة نظري أنه لن تشهد ليبيا في القريب أي انتخابات يعني على الأقل خلال هذا العام 2018 ولا في العام القادم إذا استمرت الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية على ما هي عليه الانتخابات تحتاج إلى تهيئة الأجواء إلى تحقيق النوع من الاستقرار ومن التعافي الاقتصادي ومن الاستقرار الأمني إذا أردنا فعل أن نذهب الانتخابات الأهم في كل ذلك هو السلاح ما هو العمل مع الجماعات المسلحة المختلفة هل سنعود بعد الانتخابات إذا ذهبنا الانتخابات وناجحنا الانتخابات من يضمن أن يقبل الجميع بنتائج الانتخابات وما تأتي به الانتخابات في 2014 تم الانقلاب على شرعية الانتخابات ويعلم الجميع أن السلاح كان هو الفيصل هل ستتكرر في ظل وجود جماعات مسلحة خارجة عن شرعية الدولة طبعا ستتكرر نفس المسألة إذن لا يجب الحديث عن الانتخابات قبل تهيئة الأجواء لذلك ووجود أساس دستوري لهذه الانتخابات حتى تكون انتخابات نهائية تأتي برئيس للدولة وتأتي ببرلمان منتخب جديد وبالتالي تنتهي كل المراحل الانتقالية أما انتخابات بدون أساس دستوري بدون دستور يستفتع عليه أو بدون قاعدة دستورية كما جاء في النص في اتفاق بريس الأخير فأعتقد هذا سيكون تمديد لمرحلة الانتقالية والدخول بالبلد في مرحلة الانتقالية أخرى وتجدد الفوضى في ظل عدم وجود خطة وطنية لجمع السلاح وحل الجماعات المسلحة وتسريحة ودمجة على النحو الذي أتف الترتبط دكتور صالح إبراهيم حضرتك مع عقد اجتماعي لكن لا يبدو كما فهمت أنك تعتبر أن هذا العقد الاجتماعي بالإمكان انتاجه عبر انتخابات هل تقييم دقيقة؟ نعم وبالتالي ما رأيك بهذه الانتخابات المطلوحة؟ أنا أعتقد بأنه يعني الآن ليبيا مستباحة من كل الأجهزة المحافرات الدولية والأقليمية ويعني كل الدول تلعب فيها بشكل خطير في أمنها القومي منتهى كحدودها وسمها ومياها الحل هو إعادة ليبيا تحت سيطرة المؤسسة العسكرية طبعا هذا لا يعني أنه هي المؤسسة العسكرية فقط التي في الشرق لأن غالبية الجيش الليبي ممكن مزالوا في بيوتهم في منطقة الغربية ليس في منطقة الشرقية ولهذا لا بد من إعادة توجيه نداء إلى كل ضباط وضباط الصفر الجيش الليبي لينضموا إلى المؤسسة العسكرية حتى إذا كان هي أساسها في المنطقة الشرقية ولا بد أن يكون معايير مختلفة يعني يكون هناك مهرية ويكون جيش وطني ليس له علاقة بالأمن الوطني الليبي لكن ليس له علاقة بالتوجه السياسي في بداية ويعاد سيطرة على موارد ليبيا الاقتصادية بخاصة النفط والغاز وعلى حدودها وعلى مياهها وعجوها لكن أنت تتحدث عن جيش جديد أو الانضمام إلى الجيش الوطني الحالي يعني هذا ممكن يكون الأساس في منطقة الشرقية هو الأساس لكن لابد من السباح لكل الضباط والأفراد والضباط الصفر كلهم أن يرجعوا إلى المؤسسة العسكرية أن ينضموا وأن يلتحقوا بالمؤسسة العسكرية وأن يؤسس الجيش بشكل مهني وبشكل وطني هم رأي الكتاب والقيادة متاعها يعني يجب أن يكون هذا الموضوع أن يعتقد بأنه هذه هي المرحلة الأولى بسيطرة الجيش على كل الأراضي الليبية وعلى موارد الاقتصادية الليبية يجب أن يكون هناك اتفاق ليبي ليبي على مرحلة انتقالية هذا لا يعني أن الجيش هو الذي يحكم لكن الجيش يجب أن يؤمن موارد ليبيا وحدودها وأمنها الوطني وبالتالي ينظم حوار دل نعم وبذلك يسمح للليبيين لما لا يوجد فيه أسلحة في الشارع لا يوجد فيه ميليشيات يوجد فيه مؤسسة عسكرية رسمية وطنية مهمتها حماية الوطن والحفاظ على ترواتها بعدها الليبيين كلهم العزل من السلاح والذين يليم بيكون ميليشيات المدن والقرى والقبائل كلها كل الفعاليات السياسية كل النخب السياسية يعملوا حوار وطني داخلي داخل ليبيا لا في باريس ولا في روما ولا في القاهرة ربما دول تكون شاهدة تكون مساعدة تكون المتحدة تكون عامل مساعدة عامل مساهل لجراء الحوار لكن يتفقوا على مرحلة انتقالية وبعدها ممكن ينطلقوا إلى مرحلة جديدة هل حضرتك ما تترح يتنامى في الداخل الليبي أو عند النخب الليبي يتنامى بهذا أنا أعتقد أن فيه وعي وطني كبير الآن يزداد في ليبيا كل يوم وضنك الحياة والظروف الاقتصادية والفساد والاعتمادات الوهمية والرشاوي والاستراع على النفط حتى نقل النفط إلى المنطقة الشرقية يعني كل الأشياء دي واجتياح الجذران للهلال النفطي يعني كل الأشياء دي ترفع في وعي الليبيين وترى بأنه ليس هناك من حل إلا خيار وطني وطني وحوار وطني والوصول إلى كمبرمايز ووفاق بكل أطراب دكتور عبد العزيز هل بالأمكان الإيجاد قاسم مشترك ما بين ما يطرح الدكتور سالح إبراهيم هو طبعا يبدو وضعه يعني كمان طلب ليبي مدني بين المزدوجين أنه نريد وأمنا واستقرانا وبالتالي علينا أن نجد من يحمينا في ليبيا لكن كيف يمكن أن يتعايش هذا الطرح مع ما يطرح سخيرات في باريز مقترحات المبعوث الدولي غسان سلامي هل هذا الكلام بالأمكان أن يتحول مما هو نظري لما هو عملي ما ينفع الناس يبقى في الأرض وما لا ينفع الناس يذهب درجة الرياح فاق سخيرات ذهب درجة الرياح غير من الاتفاقات أو حتى الانتخابات الأولى التي أفرزت مجموعة متكالبة على السلطة في المؤتمر الوطني أو غيرها واغتالت الانتخابات في 2012 و2014 أيضا ذهبت درجة الرياح اليوم المواطن أكثر وعي حتى في اختيارهم لأعظام من مجلس النواب الذين لم يستطيعوا أن يوصلوا فعلا صوت مناطقهم أو متطلبات الشعب الليبي بالدرجة الأولى رغم موجود مجلس النواب يعني بالأمس يجتمع مجلس النواب وعدد أفرادها تقريبا هل أحد الحلول هو إجراء هذه الانتخابات التي قيل أنهم وفقوا عليها في باريس نعم الانتخابات هناك مشكلة رأيتنا الضيوفة يتكلم على لابد من وجود دستور لكي ينظم العملية الانتخابات للاسف الدستور الموجود مع كل الأمانة الطيبة ولكن به عزل دستوري آخر خرجنا من العجل السياسي هو متفق عليها في باريس في حال لم يحصل تعديل دستوري فلنعمل بما هو موجود بما هو موجود وتعديل الإعلان الدستوري اللي صادر فيه 2011 وأيضا الإعلان الدستوري اللي صادر في 2011 به عزل آخر إلى مكونات سياسية أخرى ونخب سياسية أخرى الانتخابات تعتبر حل تعتبر خابات مبكرة يمكن تفرز سلطة دولة على الأقل تستطيع أن تقود مرحلة انتقالية يستفتفها على الدستور ينقح الدستور حتى الموجود يمكن ينقح أكثر المواد الجدلية اللي موجودة فيها أستاذ عبد الحفيظ في القاهرة ما رأيك من يعطل التسوية؟ طبعا هذا الموضوع هو عنوان حلقتنا هذا المساء لكن أريد أن أعرف وجهات نظر مختلفة حول وجهة نظرك من يعطل التسوية في ليبيا؟ أعتقد أي تسوية سياسية تحتاج إلى جهد من جميع الأطراف وتحتاج إلى إثبات حسن النية من جميع الأطراف أعتقد أن كل الأطراف مسؤولة عن تأخير الحل وتأزم الأوضاع في ليبيا دون استثناء أيضا الحل لا يتأتى إلا بعد الاتفاق على خطة وطنية للتخلص من السلاح وأن تحتكر الدولة وحدها دون غيرها شرعية استعمال السلاح طبقا للقانون بغير ذلك أعتقد سنظل ندور في نفس الحلقة المفرغة وستظل هذه الجماعات المسلحة وولاءاتها المختلفة عائقا في سبيل إنهاء الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ العام 2014 عندما وقع الانقلاب على شرعية انتخاب البرلمان من قبل الجماعات المسلحة التي استولت على العاصمة طرابلس والتي حالت دون أي حل أشكر جزيل الشكر أستاذ عبد الحفيز غوقة من القاهرة دكتور صالح إبراهيم كلمة السر يبدو عند الجميع على الأقل يعني أتبرع بالتقاط هذه الناحية هو إدانة واستنكار هذا السلاح الميليشياوي غير الشرعي علما أنه ليس هناك إجماع على موضوع الشرعية هل هذا السر يجب وقف يعني تداعيات السلاح على أي منظوم سياسي وبالتالي يقترب من دعوتك إلى فرض مؤسسة عسكرية تحكم الجميع أي هو طبعا حتى في المعروف أنه أساس تكوين الدولة هي أن تكون فيه قوة حاكمة عندها قدرة على استخدام القوة وعندها شرعية لإستخدامها لبسط سيطرة على الدولة الآن ليس هناك قوة واحدة في ليبيا هناك قوة متعددة يعني مصراتها فيها ميليشيات مسلحة طرابس فيها ميليشيات مسلحة الزنتان في الجنوب يعني هناك أكثر من قوة مسلحة في ليبيا إذا فيه أكثر من قوة مسلحة في ليبيا معناها فيه أكثر من شرعية معناها فيه أكثر من دولة معناها ما فيه دولة واحدة الحل هو أنه فعلا يعني أنه يجب أن السلاح تحتكر الدولة وتحتكر المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية في ليبيا وهي يكون مؤسسة واحدة علشان بعدها يمكن أن تتكلم على انتخابات تتكلم حتى على الحوار لأن حتى الحوار لا يوجد فيه إمكانية أن يكون مواطنين غير قادرين على ذلك برأيهم الحقيقي لأنه هناك خطف وهناك قتل وهناك سجون وهناك تعديب ولهذا السبب الآن ليس هناك جو طبيعي في ليبيا عشان يكون فيه حوار طبيعي حقيقي وبفعل ماذا؟ بفعل السلاح ولماذا السلاح؟ لأن فيه تدخل قوة أقليمية ودولية تدعم هذه القوة لأن لو المجتمع الدولي القوة الكبرى تعمل قرار بأنه أي شخص خارج القوات المسلحة أو المنظومة الأمنية يحمل السلاح يعتبر فيه سيتم ملاحقته أنا أعتقد بأنها ستنضم هذه الميليشات ممكن في 24 ساعة دكتور عبد العزيز في هذا الشأن حضرتك هل لديك جواب حاسم حول هذا الموضوع؟ من يعطل التسوية في ليبيا؟ المستفيد من هذه الفوضى لديك منظومة فساد كاملة في وسط البلد حدثت تقرير ديوان المحاسبة الأخير في ليبيا تكلم على ضياع أكثر من 277 مليار من أموال الشعب الليبي ولم تبنى طوبة واحدة ولم يشيد مبنى واحد داخل ليبيا باستثناء السجون الذي نرحه من يحاول أن يبتز القرى التي مزالت مهجرة مثل مدينة تاورغاي أيضا من يستمر في حبس رجالات الدولة لدينا مجموعة من الخبرات المازالت موجودة لدى السجون قيد الابتزاز السياسي هؤلاء يجب أن يكونوا خارج هذه المعتقلات ضم هذه المعتقلات بالكامل في موس واحدة مثل ما كانت في السابق لدى الشرطة القضائية وليست لدى مجموعات مسلحة تحاول أن تبتز وزارة العدل من أجل اختطاف هؤلاء المواطنين هؤلاء الجميعا من مستفيد من الفوضى هو أن يحرص على استبرارها أريد أن أشكرك جزيل أشكر دكتور عبدالعديز غنيا وهو طبعا حضرتك أعلامي وأكاديمي ليبي أستاذ دكتور صالح إبراهيم العميد السابق لجامعة ترابلوس الليبية وأيضا كنت أريد أن أشكر من تونس محمود المصراطي الكاتب والصحاف الليبي والأستاذ عبدالعبدالحفيز غوقة وهو النهد السابق رئيس المجلس الانتقال الليبي كنا معنا من القاهرة كنا نحاول أن نعرف من يعطل التسوية في ليبيا شكرا جزيلة